مرحبا حبيبي أصحاب برج الحوت إشلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم رح نقرأ توقعات برج الحوت العامة التوقعات رح تكون الطاقة العامة من أهم الأحداث اللي ممكن تصير بيها الطاقة على الصعيد أيضا العملي الصحي العاطفي العائلي التحديات اللي رح تواجهها نقاط ضعف نقاط القوة قراء العاطفية رح تكون مقسمة للمنفصلين المطلقين وأيضا للعزاب ولمرتبطين فخلونا نبلش القراءة قبل ما نبلش القراءة إذا عجبكم الفيديو سولك واشتركوا بالقناة إذا شونتم ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات كل التوفيق لكم وإن شاء الله القراءة تعجبكم برج الحوت بداية خلي أقول لك الطاقة العامة اللي أنت بها حاليا البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين بالأخص أخص بهم المتزوجين حق لكم الطاقة للمتزوجين والعزاب أيضا المنفصلين طاقة العامة للمتزوجين أشوف ممكن أنه تكون عدكم بالفترة الحالية فرحة عائلية وولادة جديدة أكو التجدد ممكن يكون مصالحة أنت بالفترة الحالية بوضع مصالحة على الصعيد العائلية كانت مارة بمشاكل بالسابق وهسه المشاكل التي تحسنت ممكن لبعض منكم تكون هذه ورقة انتقال فممكن يكون برج الحوت أنت أما منتقل بيت جديد وعندك إصلاحات بالفترة الحالية قاعد تحاول أنه تتممها لأنه هاي إلا ورقة انتقال فبعض منكم ممكن يكون منتقل إلى بيت جديد أو حتى منتقل إلى محافظة أخرى أو حتى دولة أخرى وبالفترة الحالية عندها إصلاحات والبيت قاعد يحاول يصالحها أما البعض الثاني ممكن ممكن تكون أنت بالفترة الحالية قاعد تعيش مناسبة عائلية أو خبر عائلي مفرح جايك وده تحتفل به بالفترة الحالية أو أنه أنت رفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك أنت بالنسبة للناس المرتبطين أشوف أن المرتبطين من برج الحوت أكون موضوع زواج شاغلكم بهاي الفترة قاعد تفكرون بهواية هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري خاص إذا كان شخص برج القوس لأنه ظهر عادكم بالعاطفة أو حتى برج الأسد أو الحم ممكن هذا شيء أنتم منتظرين أصار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع زواج والموضوع قاعد يتأجل وقاعد تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع هذا الشخص أشوفه هجومي وممكن حتى يكون مسحب من حياتكم أو حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق محتار بينك وبين شخص ثاني إذا كنتوا بعلاقة ثلاثية أو محتار بينك وبين الأهل إذا كان أكو معارضة لأنه أشوف أكو طرف ثالث مخرب أو موقف موضوع الزواج ببناتكم بالفترة الحالية فهذا الشيء تعبك وأنت ده تحاول أنه تتخذ قرار أو حتى ده تحس من التلاعب من ناحية هذا الشخص وهذا الشيء مأثر على نفسيتك وشاغلك بطاقتك الحالية كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود أما لبعض الثاني من عتكم أشوف أنه أنتم ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل بالنسبة للعزاب أكو شخص داخل بحياتكم أو باديين بداية جديدة أو حتى أنه أنتم تكونون ممكن تتمرون بمرحلة استشفاء لأنه أيضاً هاي ورقة تستار هي تعني ورقة الشفاء من بعد أزمات صدمات مريتوا بها بحياتكم أزمة انفصال طلاق أزمة وفاة أزمة صحية أي أن كان الأزمة اللي مرت بالسابق أشوف عتكم استشفاء بالفترة الحالية أنتم بفترة شفاء عتكم مثل ما نقول يعني بديت عتكم أنتم بمرحلة تجدد أكو تجدد قاعد يصير بحياتكم ممكن أنتم اتخذتوا قرار أنه أنتم تجددون حياتكم وبسبب أوضاع كنتوا بسابق مراضين عنها تحسون أكو نقص البعض منكم ممكن يكون أكو بشارة عمل جديد الناس اللي ما عدهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي أو حتى احتياج مادي وهسا أكو تعويض إليك المهم أشوف أكو عوض إليك أكو البعض منكم بداية جديدة أو حب جديد بادي هسا بالفترة الحالي ومشغول بالا به وديفكر وديفكر باستقرار وديفكر بزواج إن شاء الله نشوف هسا يعني الطاقة مفصلة تكون أكثر بالأوضاع العاطفية أما بالنسبة للصعيد العام عندك تحقيق أمنية بهاي السنة يا برج الحوت أمنية صار لك فترة طويلة أنت منتظر أنه هي تتحقق عندك تقدم على الصعيد العملي طبعا أشوف من بعد ركود بالأوضاع المادية أو حتى الأوضاع العملية اللي موجودة عندك أكو تقدم أكو خطوة راح تتخذها أكو عندك تقدم على الصعيد المالي أكو عندك نوع من حب المغامرة أكو البعض من عدكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل أو حتى أكو وعود هوايا بالعمل أمورك كانت متعلقة متوقفة ممكن شخص أكو كان وعدك بعمل ولكن هذا الشخص تكشفت من بعد فترة من الانتظار والأمل اللي كان مأملك به هذا الشخص ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل شخص كثير الكلام أشوفه متعبك على الصعيد العمل اللي قاعد يأثر عليك أو حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل ببداية السنة راح تكون خاصة أول أربعة شهر شوف أنه أكو شخص راح ينقل كلام عنك شخص ثرثار ينقل إشاعات ينقل كذب ممكن حتى يحرض عليك بس أنت قاعد أشوف إنو أنت شنت ممكن ما أخذ راست ما أخذ استراحة وهسا بلشت راح تبلش بهاي السنة إن شاء الله أو حتى لا شنت ما أخذ إجازة أو انفصلت عن عمل فأشوف راح تبدأ تطلع من حالة الركود المادي الركود اللي صاير حتى بالعمل تتغير أكو تغيير أكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فترة من بعد أشخاص كانوا دائما يكذبون عليك إنو إحنا راح نلقى لك شغل إحنا راح مثل إذا عندك ترقي أو شي نسهل لك معاملة نسهل لك أمرهم الأشخاص هذولي أشوف عدهم كذب ممتلاعبين وعودهم فارغة بس كلام ولكن الحظ من جانبك أكو مساعدة إلهية أكو إيد راح تلمد لك وراح تخلي أمورك تتحسن كل خاصة المادية وتتغير الأحسن أشوف إنو عندك تقدم عندك أمور هواية راح تتحسن ولكن شوين وجود بعض المشاكل يعني على صعيد الآطفي أشوف حتى على الصعيد الأسري بس الأمور تتحسن كلها بصورة عامة إن شاء الله قلت لكم على صعيد العمل الأمور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار لها أربعة تشهر هاي الأمور متوقفة أشوف الأمور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن عندك تحقيق أمنية بصورة عامة بهذه السنة عندك تجدد عندك طاقة تستشفاء من الأزمات هواية مريت بها بالماضي بالفترة الحالية قاعد أشوفك منطلق دا تحاول تجدد حياتك تجدد أمورك حتى تغير مكان عملك عندك انتقال ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر فكرة انتقال يعني بباله أشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقرب المكان اللي راح تنتقل إليه على صعيد الصحي أشوف عندك مال كبير خص الصحة أمورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم وبعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية ولكن ما قاعد يحل هذا الأمر ما قاعد يهتم بي ما قاعد يدارك أخطار الموقف قاعد يهم الصحة لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة لأنه أشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة أو حتى كنت تعاني منها أشوف مشكلة صار لها سنة عندك انت ما قاعد تشوفوا لها حل راح تتفاقم خاصة لبعض النساء أشوف موضوع إنجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة أو موضوع عمل كان عندك بالسابق شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا شيء مأخر الإنجاب عندك فلازم تشتغلين على التحصين وذا عندك تابعة أو حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما أذكار مثل ما أوصلكم دائما أذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنون نفسكم على الصعيد العائلية أشوف أكو مشاكل عائلية أنت قاعد تمر بيها عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية عندك بعصطوب يعني عندك نوع من الهجومية صاير ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخصوا من الزوجين أشوفكم مشاكل ببناتكم هواية ممكن بعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف به أو طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة إذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك أو من عائلة الشريك اللي انت تتعامل يا دام يدخل بحياتكم ويحاول يخرب أو هو سبب المشاكل اللي موجودة فأشوف انه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية على الصعيد العائلة شوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية عندك تفكير سلبي هواية مشاكل ممكن خفيفة يعني مو مشكلة شبيرة بينك وبين العائلة خلافات تصير ولكن الامور تنحال بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون انه اكو علاقة ثلاثية عند شريكم اشوف انه انت احلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني انت عندك امنية او مثل يعني تحاول انه اطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال اول ثلاث شهر من السنة من بيناتكم وراح يرجع الاستقرار اذا كنتوا يعني انتم منفصلين او حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم فاشوف انه هذا الشخص او خلال اول ثلاث شهر او صار ثلاث شهر هو طالع من العلاقة والعلاقة بينكم اشوف كمشاكل عائلية اما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم اشوف البعض معتكم معتكم سيناليو طرف ثالث المرتبطين ممكن اكو شخص من اهل الشريك او حتى من اهلك انت معارض العلاقة ببيناتكم اي دائما من ببيناتكم صد ورد قاعد اشوف اكو يعني طاقتكم صايرة خاصة ذات شن تتعامل بيا شخص من برج القوس فذا اشوف هواية صارت مشاكل ببيناتكم بالفترة السابقة هذا الشخص عليه هواية ضغوطات عليه هواية هجوم اكو هواية ناس قاعد يتحاول انه اكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص اذا كان برج نار برج القوس بالاخص او برج الاسد او برج الحمل بس برج القوس طالع يمي واضح هذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية هواية ده ما كانت انت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بها بالفترة الحالية اكو موضوع الزواج بين اتكم قاعد اشوف دائما قاعد تصير بي تأجيل دائما يصير بي خلافات دائما يصير مشاكل ولكن الزواج موجود من بعد التأخير والتأجيلات محتاجة كل اللي انت محتاجة انه انت تصبر على هذا الشخص وتحاول انه مثل من قلت توقف بجان بلد تضغط عليها لانه اشوف عنده طاقة هجوم قوية صعيرة طاقة عصبية هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين واكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباث او حتى الشخص اللي يتعاملون عنده مشاكل عائلية هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صار لهم فترة طويلة وامورهم تمام فاصبر على هذا الشخص وبالاخير راح تنسعدون اشوف منانا لحد نهاية السنة ان شاء الله اكو لكم زواج اكو لكم بيت واستقرار راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق من بعد مخالفات ومعارضات ثابتة والعلاقات المتزاز العلاقات الغير حقيقية بعض من عدكم اشوف المنفصلين طبعا اشوف عدكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف ثالث طرف الثالث اللي بيناتكم واشوف شخص متسلط متلاعب عنده مكر عنده حلة او حتى الشريك ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماته هوائية هذا الشريك اشوف انه هذا الشريك عنده تلاعب مستحيلة حتى يستمروا ياك بالعلاقة انت بالفترة الحالية غير متوازن العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة هذا شخص عنده نوع من الانانية يفكر بنفس بس عندك مخاوف انت هات تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة او حتى تخلي تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بك بالسابق او العلاقة الفاشلة اللي مريت بها وكان بها خيانة وبها انفصال مؤلم صار يعني اكل انفصال يكون حضاري واكل انفصال يكون مؤلم اللي هو يكون بخيانة بيكذب بيخداع بيشخص يطعنك بظهرك ممكن يطعنك بالكلام حتى لانو اشوف هذا شخص يعني من النوع اللي يهتم المشاعر الناس يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة وايضا كلامه جارح كلامه مو حقيقي وافكار حتى افكار تكون افكار حدية انه هو يفكر بنفسه اناني وميريد الخير للاحد هو يريد الخير بس النفس ما يهتم المشاعرك ما يهتم الاشياء اللي انت تهتم بها او حتى الاشياء اللي انت تريدها فالمنفصلين والعزاب اشوف انه هذا الشخص متعبكم هواية اللي كان بالماضي موجود ممكن البعض منكم صار لثلت شهر منفصل او من شهر الثالث و للفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك بس راح يقول كلام كذا فانت اقطع من هسه اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه وخليك منفتح افتح قلبك للعلاقات الجديدة الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة ان شاء الله شوفهم راح يكونون مصارحك خاصة اذا كانت طاقة مائية فانت قلتلك عندك نوع من يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد الهجوم المخاوف انت مريت بهواية ازمات هواية انجرحت من الشخص اللي تتينت منفصل عنه بالماضي هذا الشخص تعبك هواية انت بالفترة الحالية ما قلي حاجز بينك وبين الناس بينك وبين العلاقات وبين العاطفة خاصة هسه راح احجعل الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين يعني بالاخص فاشوف عندك طاقة الدفاع الحماية يعني تريد تحمي نفسك تحاول تحمي مشاعرك تحمي نفسك من الناس اللي يدفلون بحياتك ويجوحوك عندك مخاوف وقلق بالنسبة للرجوع للناس المطلقين اشوف من بعد فترة كانت الامور بيناتكم معلقة من بعد فترة كانت غير قادر على اتخاذ القرار ممكن انت او الشريك كان محتار بين قرارين شونتوا واصلين للمفترق طرق الامور بيناتكم معلقة اكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة راح شاف طريقة حسب ما انت تتفكر ولكن العودة موجودة من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ القرار والامر بينكم معلق صار لفترة طويلة قاعد اشوف تمام الفصل الجديد الرجوع بيناتكم موجود وحقكم راح يرجع من هذا الشخص هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده الرجوع بينكم موجود خاص الناس اللي بيناتكم طفل راح يكون الطفل عذر هذا شخص اشوف شوية عندك برياء فما راح محتاجة تخلي الطفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنين لانه اشوف عنده نوع من الكبرياء الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا اكو تجدد للحب والعلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوف اطالع من العلاقة فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا تتعاملون ويا شخص من برج الجوزاء طبعا هاي قراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبدأ ممكن تنطبق منها لبعض منكم بس هي خاصة للمطلقين فقط اللي يردون رجوع فالرجوع موجود التجدد بالحب موجود اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح بيناتكم وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع ما راح يجي يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامر انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص ولكن هذا الشخص اشوف راجع و الكارما راح تكون وياك وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول من بعد متاعب مريت بها وياه من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بها اشوف نادم وراح يرجع وراح يحاول الميصال حرك يصير عند نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم اشوف التواصل بين اتكم جدا عالي يعني يكون تواصل روحاني كان بينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام فهذا الشخص راجع ان شاء الله والله يهدي سركم ويصلح الحال بالنسبة للتحديات اللي قوي تكون قادر على الغفران قادر على مسامحة الاشخاص اللي ادوك بحياتك حتى تعدي الازمات ممكن تكون انت مار بازمة اساسا انو هاي الازمة بعدها لحد من الماضي لا تفكر بها التحدي اللي قدامك انو انت تخلي حد للماضي تترك الماضي ورا ظهرك اه تباوع على الفرص اللي موجودة قدامك لبعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مر بيها بالفقدان بخيبة الامل شوفوا انو ما قاعد يشوفوا الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدام بالفترة الحالية اكو فرصة هواية عندك انت منطيها ظهرك ومتطلع بس على الماضي ابدأ حياتك من جديد التحدي اللي يكون بعده مصير وفراح يصير فانت لازم انه تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك لانه اساسا نقاط ضعفك انه انت ما تقدر تسيطر على مشاعرك انت غير قادر على ان انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة فنقاط ضعفك انه انت تتحكم بمشاعرك تكون صلب تكون قوي تاخد طاقة برج الاسد عدلة فانت نقاط ضعفك انه انت فاقد قوتك فاقد عزمك فاقد الارادة الازمة هاي اللي مريت بها او حتى راح تمر بها راح تأثر عليك كهواية وحتسب لك نقطة ضعف انه انت دائما تطلع تباوع لماضي متباوع الامام شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك تفائل وفكر بإيجابية كون قوي وانت قادر على ان تتخطى اي ازمة وممكن تمر بحياتك طبعا ده حسب ما اذكر بوجي الحوت انت بشهر 12 كانت اموركم ايضا متعبة واني كان الفيديو وقيت لكم هذا الوقت سيمضي فهذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن بالنسبة النقاط قوتك اشوف انه انت عندك هواية فرص لانه قتلك هي نقاط ضعف نقاط القوة التحديات انا قاعد اشوف الاوراق اساسا انه هي الاوراق مرتبطة ببعضها يعني كقراءة واحدة يعني هسا اذا نريد نقراها الاوراق ثلاثة هم هي اخليهم واخرهم هي قراءة موحدة انت نقاط القوة اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة انه انت قاعد تباوع الماضي ومن تظهرك الفرص جديدة نقاط القوة انه انت عندك طموحات عندك احلام هواية عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالوي الناس الناس تحبك عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص راح تكون اكو فرص هواية امامك نقاط القوة اللي عندك انه انت تعرف تختار وتباوع للامام تنطي ظهرك للماضي الفرص اللي موجودة عندك هنان اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مرت بها بالماضي ممكن يكون البعض من عدكم مر بثلاث خسارات واحدة ورثانية وهذا شي يعني خلا ينهد خلا حيلة ينهد خلا امور يعني او انت حتى ممكن وبحياتك مار بثلاث خسارات وهي السبب انه استمرت وياك لحد الان انت ما قاعد تقدر تتخطي هاي الازمات اللي مريت بها او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل ثلاث اعمال انت دخلت بها وفشلت فاشوف انه الفرص الجديدة موجودة انت القوة لازم تكون عندك لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مغلوفة لازم تصير عدلة وتصير قوي تروض الناس هذي المرأة تروض الاسد قاعدة فانت قوي لازم تستعيز قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها واترك الماضي وراء ظهرك وحاول انه تفكر بايجابية وحاول انه تفكر باتش وشن اللي راح تصير انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا يعني هاي الطاقة اشوف ها مال الحزن والخسارة بس اول ثلاثة شهر من السنة وبعدها راح اتعدي راح تبدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله فكل التوفيق لكم برج الحوت ان شاء الله التوقعات الايجابية كلها تتحقق واريدكم اقوى اريدكم تستعدون قوتكم تستعدون صحتكم حتى لانه صحتكم هم لين اشوف بها مشاكل ومقاعد